ومن ملتقى مليحة إلى ملتقى آخر وهو ملتقى الشارقة الأول لحماية الطفولة وتحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان ابن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حافظه الله ورعاه تنظم شبكة الشارقة لحماية الطفولة بالتعاون مع مكتب الشارقة صديقة للطفل تنظم ملتقى الشارقة الأول لحماية الطفولة تحت شعار حماية الطفل مسؤولية الجميع وذلك يوم الغد بمشاركة عددا من العاملين والمهتمين بمجال حماية الطفل وصناع القرار في المجالات المختلفة المتعلقة بذات المجال من داخل الدولة وخارجها والحديث أكثر عن هذا الملتقى مشاهدين الكرام والهدف منه يساعدني أن أصدف اليوم المحامي إبراهيم الحوسني نائب رئيس مجلس أمناء شبكة الشرقة لحماية الطفولة أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا ومرحبا في تساتي الكريمة وشكرا على لحد هذه الفرصة أتمنى أني أكون موجود وياتي اليوم لكن والله لظرف طارق يعني لا عليك لكن أرجو أن يكون عذر وستموحة وإن شاء الله يكون المداخلة كافية ووافية وأقدر أوصل الرسالة بك الجيدة لا عليك عسى المنع خيرا بإبن الله أستاذ إبراهيم بداية دعنا نعرف أستاذ المشاهدين الكرام ونتعرف من خلالك عن طبعا الشبكة ما هي هذه الشبكة تحديدا شبكة الشارقة لحماية الطفولة تم تأسيسها في نهايات عام 2016 وإنشاء مجلس قمناءها هذه الشبكة تهدف إلى مجموعة من الأهداف المركزة في مجال حماية الطفولة التي من خلالها تجمع القوى العاملة في هذا المجال المتخصصين والعاملين من مؤسسات وأفراد يعملون في مجال حماية الطفولة في كافة التخصصات والمجالات بهدف جمع هذه الخبرات والقوى لتفكيز العمل وإنتاج منتجات أو ثمرات مركزة في تخدم الأطفال وتخدم العاملين في مجال حماية الأطفال طبعا إنشاء هذه الشبكة جاء تطبيقا لتوجيهات صاحب السمو الوالد دكتور الشيخ سلطان محمد القاسمي وهو صاحب الاهتمام الكبير بهذا المجال مجال حماية الطفولة عمارة الشارقة تزخر بالعديد من المؤسسات التي تعمل في مجال حماية الطفولة المؤسسات الحكومية كل مؤسسة تعمل في اتجاه معين خاص فيها ولها رؤية خاصة فيها جاءت هذه الشبكة لتكون العامل المشترك أو الشبكة التي تجمع هذه المؤسسات العاملة لتوحد المسار وتوجه الشتات نمنع أو نقف مع كل هذه المؤسسات حتى تركز كل مؤسسة في تحقيق رؤيتها في مجال حماية الطفل لأن المصلحة الفضلة والأولى في نظر الأب والوالد الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي هي مصلحة الطفل وأيضا القانون المشرع يرى أن المصلحة الأولى هي مصلحة الأطفال فيجب على كل هذه الجهة أن تعمل في اتجاه واحد الشبكة جاءت لتجمع هذه الرؤى لتجمع هذه التحركات لهذه الأنشطة كلها لتسير في اتجاه واحد ولهدف واحد ألا وهو خدمة الطفل وخدمة العاملين في مجال حماية الطفل رائع هذا بالنسبة للشبكة شبكة الشارقة لحماية الطفولة ماذا عن الملتقى الذي سوف ينطلق غدا بإذن الله تعالى على مسلح بلدية مدينة الشارقة نعم أيضا تنفيذا لرؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسم نعم بهذا المجال جاءت رؤية الأخوة والأخوات في شبكة الشارقة لحماية الطفولة بالتعاون مع مكتب الشارقة صديقة للطفل واليافعين لتنظيم هذا الملتقى بهدف تسليط الضوء على تجارب المؤسسات العاملة في هذا المجال نوفر إلى هذا الملتقى نقاط التقاء بين هذه المؤسسات العاملة في مجال حماية الطفولة على مستوى الدولة كاملة ولنعرض أفضل الممارسات والتجارب في مجال حماية الطفل في إمارة الشارقة وخارج إمارة الشارقة هذا الملتقى جاء ليستهدف المؤسسات الحكومية العاملة الجهات الخاصة العاملة أيضا في مجال حماية الطفولة العاملين والمهتمين والمتخصصين من أطباء من نفسيين من أخصائيين من اجتماعيين من مدرسين من قانونيين من باحثين وطلاب إلى آخر المتخصصين في هذا المجال يستهدفهم هذا الملتقى ليجمع هذه القوى كما ذكرت قبل قليل وهذا الملتقى هو تنفيذ لأحد الأهداف الاستراتيجية وأهداف سبكة شارقة لحماية الطفولة وهي رفع الوعي في مجال حماية الطفولة وجمع القوى العاملة طيب ماذا عن الأفكار المبادرات القضايا التي ستتم ناقشتها غدا في الملتقى بإذن الله الملتقى سيكون شامل منوع يركز على مجموعة من المحاور المتخصصة في مجال حماية الطفولة منها المحور الأمني والمحور الحقوقي والقانوني والمحور التعليمي والمحور الاجتماعي كذلك سيتحدث الملتقى عن أدوار التكاملية للجمعية ذات النفع العام مثلا وغيرها من المعسفات العاملة في هذا المجال بعض الهيئات والمنظمات العاملة في هذا المجال سيسلط الضوء أيضا المؤتمر أو الملتقى على القانون الإماراتي بشأن حماية حقوق الطفل اللي هو قانون وديمة اللي فضر في عام 2011 معروف نعم نعم أستاذ إبراهيم حضرتك أشرت بأن الملتقى سوف يحتوي على أهم المؤسسات العاملة في مجال الطفولة بالإضافة إلى عدد من صناع القرار أيضا في هذا المجال لو تحددنا بعض هذه المؤسسات ما هي بالضبط تحديدا؟ يعني أخاف أنسى بعضها لكن أكيد أنا قلت بعض ما قلت كل بعض إذا لديك بعض المؤسسات حتى نأخذ كفكرة يعني معانا وزارة الداخلية بإذن الله جمعية رعاية الأحداث معانا رح يكون طائد عام شرطة الشارقة سعادة سيف الزري وسعادة دكتور سعيد الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم سعادة عفاف المرزي رئيس دائرة الخرمان الاجتماعية سيكون أيضا معنا سيدنا الكبير المحامي عيسى بن حيدر ليصل التضوء أيضا على الجانب القانوني في هذا المجال وآخرين أيضا سيكونوا مشاركين معنا في كل التوفيق إن شاء الله سيد إبراهيم الحسن نائب رئيس مجلس أمناء شبكة الشارقة لحماية الطفولة شكرا جزيلا لك كنت متحدثا معنا على ملتقى الشارقة الأول حماية الطفولة والذي سوف ينطلق غدا بإذن الله شكرا شكرا لكم إذن مشاهدين الكرام نحن أيضا بدوني نشكركم على حصن المتابعة واللقاء متابعة واللقاء تجدد بإذن الله غدا وحلقة جديدة برنامج ماسي إلى ذلك الحين لكم مني أجمل تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باركاته شكرا لكم شكرا لكم